شيء سيء بنطلع نقول إذا كان شيء جيد بنطلع نقول زي حالة من الارتباك مبارح حصلت في اتحاد كرة القدم أو الأيام اللي فاتت أنا سعيد بأن هم استطاعوا يعني يختاروا أجهزة المنتخب 2005 و2008 ليه؟ لأن الحقيقة منتخب 2005 و2008 عندنا فيه لعيبة سواء هنا أو هنا مبشرين وكبار جدا وانا كنت الفترة اللي فاتت دي شفت كابتن واق الرياض بيروح يتفرج على مباريات كثيرة جدا للناشئين شفت كابتن أحمد الكاس بيروح بالصدفة أنا بروح أتفرج على أولادي هنا ولا هنا فبلاقيهم قاعدين فبشوفهم يعني لقيت كابتن أحمد الكاس بيتفرج لقيت كابتن واق الرياض بيتفرج كابتن محمد يوسف أيضا بيتفرج فالناس بتتابع الناس عارفة شيتوس عايز ينجح كابتن كاس عايز ينجح كابتن عدل مصطفى كابتن علاء عبدو واحد من المدربين الكبار في 2005 اللي عمل شغل رائع جدا مع 2005 في النادي للنادي الأهلي بالمناسبة بكرا إن شاء الله على شاشة قناة النادي الأهلي لفريق 2005 حيلعب مباراة مهمة جدا أمام نادي زد أمام نادي زد حنزع لحضراتكم هذه المباراة على الهواء مباشرة بحضور النجم الكبير كابتن أسامة حسني اللي حيكون مقدما للستوديو التحليلي لهذه المباراة ومعه دكتور أحمد ثابت والنجم الكبير كابتن محمد حشيش عشان خلي بالك أنا عايز حضراتكم تتفرجوا على هذه المباراة مباراة حلوة النادي الأهلي عنده فريق رائع ل2005 وأعتقد أن هي حتكون آخر مباراة لكابتن علاء عبدو مع النادي الأهلي في 2005 فلعبته بقى هتعمل مباراة أيضا من المفترض جيدة مع فريق زي زد فريق زد فريق جيد بالمناسبة وعنده مدير فني أجنابي على ما أتذكر فآه عنده مدير فني أجنابي من الزد جايب مجموعة هولندية بتدير قطاع النشئين الحقيقة بقيادة واحد اسمه مارتن سكتلين بيرج نجم نادي آيكس السابق ومنتخب هولندا وله دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل التطور اللي بيحصل في زد الحقيقة فمباراة حلوة أعودوا تفرجوا عليها بكرة عشان تعرفوا إحنا الشباب اللي عندنا عامل إزاي عندنا شباب رائع في هذه المباراة تفرجوا علينا بكرة على الهواء مباشرة المباراة الساعة أربعة حننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة إن شاء الله فمهم جدا جدا إن احنا نتكلم إن اتحاد كرة القدم كان عنده شوية من الدرباكة خلال الفترة اللي فاتت ولكن في النهاية استطاع أن يضع أجهزة المنتخبات الوطنية سواء لألفين وخمسة أو ألفين وتمانية واستطاع خلاص إحنا كده قلنا اتحاد كرة القدم زي الفل خلينا بضهر بقى هذه الأجهزة كابتن وقل رياض وكابتن علاء عبدو وكابتن أيمن طاهر وأنا متأكد مليون في المية إن هم لازم يعودوا يتفرجوا على حلقة النهاردة ويستفيدوا منها لأنه زي ما قلت لحضراتكم هي حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن لماذا فشلت منتخبات النشئين والشباب السابق أنا بحضر الحلقة دي بقى لي أسبوع فأنا ما كنتش أعرف أن النهاردة هيتم الإعلان عن المنتخبات الوطنية 2005 و2008 لذلك أتمنى أن يكون لحضراتكم أو كل الأجهزة تقعد تتفرج لشان تعرف إيه هي أهم السلبيات اللي حصلت خلال الفترة السابقة علشان نقدر ننجح يا كابتن شيتوس ويا كابتن كاس ويا كابتن عادل ويا كابتن علاء عبدو خلال الفترة القادمة خلينا نروح بقى